السلام عليكم سيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدرس جديد وهذا الدرس يندرج من دروس الوحدة الرابعة الأسبوع السادس عشر المرجع في الرياضيات للمساوى الثاني إذن نبدأ على بركة الله عنوان درس اليوم تنظيم بيانات في جدول تنظيم بيانات في جدول الهدف التعلمية الأهدف التعلمي من هذا الدرس نعرض بيانات في جدول أحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول وأيضا سنقوم بحل مسائل بسيطة باستخدام بيانات مأخوذة من جدول نبحث جميعا نلاحظ أين أملأ الجدول إذا نلاحظوا معي عندي هنا مجموعة ديال الأشكال عندي ثلاثة ديال الأطفال كل طفل كيملك مجموعة من الأشكال وغن نضموا البيانات في جدول اللي يعطينا مثلا آدم شحر كيملك المثلاتات المربعات الأقراص وفاء كذلك إيمان إذن أنا بدأوا بآدم سنبحث كم يملك من المثلات إذن لدي واحد اثنان إذن آدم عنده زوج ديال المثلاتات اثنان بالنسبة للوافاء نمشي بشكل بشكل بالنسبة للوافاء عندها واحد اثنان ثلاثة ثلاثة ديال المثلاتات نمشي بشكل 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 ب بالنسبة الوفاء عندها مربع واحد. مربع واحد فقط. بالنسبة الايمان لديها واحد اثنان. مربعين واحد اثنان. بالنسبة للأقراص. الأقراص ادم يتوفر على واحد اثنان ثلاثة. ثلاثة اقراص. ثلاثة اقراص. بالنسبة الوفاء لدي واحد اثنان. قرصين اثنان. بالنسبة الايمان. ايمان لديها قرص واحد. قرص واحد. الحصة الثانية افهم اطبق ولاحظ واكمل. اتعرف ما بمقلمة اصدقائي واكمل الجدول. اذا ماذا تقول امينة? امينة تقول في مقلمتي اربعة اقلام ملونة. وممحات وقلمان جافان. اذا بالنسبة الامينة. امينة عندنا امينة. عندنا اربعة الاقلام ملونة. ممحات واحدة مماحي اذا ممحات واحدة. وقلمان جافان. جزء أقلام ملونة ثلاث مماحي وقلم جاف واحد. إذن سامي عنده ست دي الأقلام ملونة إذن نكتبه ست عند سامي دي الأقلام ملونة بالنسبة للأقلام الجافة قلم جاف واحد. إذن عنده قلم جاف واحد وثلاث مماحي. ثلاث مماحي بالنسبة لخديجة تقول في مقلمتي 8 أقلام ملونة وقلام جاف إذن خديجة عندها تمنيد الأقلام ملونة 8 أقلام ملونة وقلام جاف 1 وبالنسبة للمماحي خديجة عندها صفر ممحات إذن ما عندها تم ممحات خديجة إذن تنظم المعطاية اللي اعطاونا هنا بالنسبة لأمينة سامي وخديجة لما يملكونه داخل مقالمهم مقلماتهم إذن السؤال الثاني قامت فاطمة بجمع معلومات تتعلق بعدد الأولاد في كل أسرة من أسر تلاميذ قسمها إذن قامت فاطمة بجمع معلومات تتعلق بعدد الأولاد في كل أسرة من أسر تلاميذها إذن كل أسرة من أسر تلاميذ تلاميذيها قامت فاطمة بجمع المعلومات التي تتعلق بهؤلاء الأطفال وقدمت الجدول التالي علاوث كذلك فمثلا طفل 1 فمثلا المثال فمثلا طفل 1 كل أسرة عندها جوج الأطفال عدد الأسرة 6 كل أسرة عندها 3 أسرة عدد الأسرة 3 جوج الأسر أسرتين عدد الاثلاث خمسة اذا ما هو عدد الاسر التي لها 3 اولاد عدد الاسل لدي 3 اولاد كمشي العدد الاسر عدد الاسر 3 اذا عدد الاسر ستتاتي لا Sharon إذا كل أسرة من هؤلاء الأسر من هذه الأسر عندها ثلاثة ديال الأولاد. إذا عندي ستة أسر لديها ثلاث أولاد. ستة أسر لديها ثلاث أولاد. عدد الأسر التي لها أقل من ثلاث أولاد. والأسر اللي عندها قل من ثلاث أولاد أكثر ديال الدرارة. أكثر ثلاث أولادا. ثم أولاد أولاد زوج لديها ثلاث أولاد. الثلاثة عدد الاسر التي لها ولد واحد لاحظوا معي هنا الاسر اللي عندها وليد واحد اذا نغامشي العدد الاولاد واحد اذا سبعة اصر عندي سبعة الاسر اللي عندها ولد واحد اذا سبعة سبعة اصر عدد الاسر التي زارتها فاطمة عدد الاسر التي زارتها فاطمة الآن سنبحث عن عدد الأسر التي زارتها فاطمة لاحظوا ما هي عدد الأسر التي زارتها فاطمة سنحسب مجموع عدد الأسر التي زارتها فاطمة سنحسب الأعداد التي لدينا خد الزبر إذن 7 زائد 8 7 زائد 8 15 15 زائد 6 21 21 زائد 3 24 24 زائد 2 26 إذن قامت فاطمة بزيارة 26 أسرة نعود الحساب 7 زائد 8 إذن 8 8 9 11 12 13 14 15 زائد 6 16 17 18 19 21 زائد 3 22 23 24 زائد 2 25 26 26 إذن معجمي بيانات دوني جدول طبلو مسألة بروبلم بيانات دوني جدول طبلو مسألة بروبلم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه مع السلامة